البعض قد يعول على إنه ماذا بعد نتانياهو وسوف تأتي بالتأكيد من الوارد حكومة من المعارضة وإنه دول من الممكن إنه هما يساهموا أكتر هما ممكن يمضوا قدما في عملية سلام شاملة زي العملها زماننا ربيين أيام اتفاق أسلوف 93 بس إحنا محتاجين ضمانة حقيقية علشان المضي قدما في عملية سلام كاملة إنه كمان علشان يحصل للصحاب حقيقي من القطاع وعلشان نبدأ نشتغل على سينياريوهات وماذا بعد الإيقاف بتاع إيقاف إطلاق النار يعني عشان يمضوا في عملية سلام شامل هذا بيحتاج يا إما إلى حوافز يا إما بيحتاج إلى ضغوط لا الحوافز موجودة ولا الضغوط موجودة أنا أقصد الضغوط بمعنى الضغوط الحقية سواء كنا بنتحدث عن حرج ضغوط الاستهلاك الإعلامي يطلع الأمريكاني يقولوا لازم نعمل حل الدولتين بس ما بيحمولش خطوات حتى وإن كانت هناك ضغوطا عربية يعني أنا بتحدث عن الدول التي طبعت بلا سمن يعني مع إسرائيل هذه بالفعل وهناك ضغوطا فعلية على السعودية على المملكة العربية السعودية من أجل التطبيع السعودية بترفض لأنها لديها موقف وبتقول لها موقف قوي آه بتقول يعني حينما نكون هناك بصدد حل شامل للقضية الفلسطينية فالتطبيع هو على ساحة النقاش لكن يعني أنا بعتقد بالطبع يعني نعود إلى فكرة الحمائم والسكور يعني المجتمع الإسرائيلي كله أنا أتفق معك تماما لا يوجد فيه حمائم ولا يوجد في السكور المجتمع الإسرائيلي كله هو مجتمع متطرف مجتمع ظلوم مظلم آه لم تقم فيه حتى اليوم مظاهرة يعني البعض اللي بيندد بسقوط أو البعض بيتحدث عن سقوط نتنياهو أو سقوط حكومة اليمين المتطرف يعني لم تقم مظاهرة واحدة بتندد بيئة الحرب في غز ليه ذاقف مغارط علي بابا لا دا هي المظاهرات اللي قامت اللي هي بتحاصر بيوت نتنياهو وبعض هي عشان إبرام صفقة لإتمام الأصل لكنها مظاهرات محدودة للغاية يعني أعيدك إلى حرب 56 كان حرب 56 كانت الالترة بتشند حروق ضرباتها على مصر وفرنسا بتشند ضرباتها على مصر كانت المظاهرات في قلب لندن وفي قلب باريس بتندد بيئة الحرب على مصر وبالتالي هنا يبقى إحنا بنتدم على شعوب حرة شعوب لها رأي شعوب يعني هناك تباين في الأراء قد يكون هناك البعض يعني يتطفق مع ما قام به إيدين أو جيمل وييفي 56 والبعض بيرفضه لكن نحن هنا أمام مجتمع يعني كله يعني طبقة واحدة أو عينة واحدة فبالتالي لا نستطيع أن نتحدث وإن كان هناك قلائل بيقوموا بالتظاهر في خارج إسرائيل مع المنددين بالحرب بعض اليهود أو بعض اليهود الذين من الفعل لديهم أراء أخرى في قيام فترة إسرائيل جانب من اليسار الإسرائيلي جانب في بعضهم حتى بعض اليمين المتدين جدا في إسرائيل ومش إسرائيل هم يهود أمريكيين اللي هم نشوفهم بزيهم المعود ده هم ديهم رأي خاص بفكرة قيام إسرائيل بيقول إسرائيل مفترض ما كانتش دولة إنها تقوم في الوقت الحالي إلا بعد ما جيء المسيح أو المسيح المنتظر فبالتالي هم بيرفضوا فكرة قيام إسرائيل بشكل تام وبالتالي بنجدهم في معظم المظاهرات التي تندد بالعمليات الإجرامية في إسرائيل لكن داخل إسرائيل في حد ذاتها لا نجد مثل هذا الأمر وبالتالي على ما نعول وعلى ما نراهن على سقوط الحل الشامل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر حلا شاملا إلا إذا كنا نمتلك حوافز أو نمتلك ضغوط على إسرائيل في إطار صفقة كاملة أنا بالطبع يعني الحديث مبادرة الأمير عبد الله كان في السابق عام 2003 حينما كان وليا للعهد لم يكن بعد ملكا للعربية السعودية كان يتحدث عن الأرض مقابل السلام وبالتالي يعني كان بيتحدث عن سلام شامل في المنطقة وتطبيع كامل مع إسرائيل من الدول العربية إذا أعطت لإسرائيل ولي فلسطين حقوقهم وأقيمة الدولة الفلسطينية على حدود 67 لكن دعني أقول لك حدود 67 ما هو ده استحالة قيام دولة على حدود 67 ليه؟ لأن الدولة الغربية كلها تلتينها راح التاكل عندك القدس أصبحت عاصمة لما يسمى بإسرائيل عندك غزة بها ما بها فبالتالي كيف نتحدث عن دولة على حدود 67 هنا هتتكلم بقى على تفاصيل تفاصيل التفاصيل وهنعمل إيه في المستوطنات اللي موجودة في الضفة طيب هنقدر إن إحنا إزاي نوحد الأرض بتاعت الضفة كلها فتصبح تحت السيادة الفلسطينية طب هأقدر إزاي إن أنا أخلق اتصال مساحة اتصال ما بين الضفة وما بين القطاع يعني إحنا بكلمنا على تفاصيل التفاصيل وهي هتبقى مش بقى مدنية دي هتبقى مهلكة ما أنا بقول عشان كده الدولة على حدود 67 هو حلم أنا أعتقد طبعا أن هذا بالفعل يعني صعب يعني هو نوع منه أصبح نوع منه اليوتوبيا السياسي أصبح شعارا دولة على حدود 67 إلا إذا إلا إذا كيف يمكن أن تحدثني عن تفكيك 130 مستوطنة في الضفة الغربية وترحيلهم يعني إسرائيل دولة قسمية بلا عمك جغراف هي بتحاول أن ترحل لدي حلم أن ترحل أهالي الضفة إلى الأردن وأهالي غزة إلى مصر فكيف يمكن أن تحدثها الآن على تفكيك هذه المستوطنات وترحيل 600 ألف مستوطن يهودي من الضفة الغربية إلى العمق الصهيوني فبتالي أنا أعتقد طبعا أن هذا هو ضرب من المحال قد يحتاجون إلى إتفاقات كبرى وإتفاقات كبرى يمكن أن نختم وهو هيبقى والله العظيم الجملة وهيختم ما حدث في جنوب إفريقيا لم يكن ليحدث لو لا الضغوط بتاعة شعوب العالم صح طيب هل أقدر أقول أن الحراك الطلابي اللي حصل في أمريكا وبدأت العدوى الجيدة ومش عايز سميها عدوى بدأت هذه الظاهرة أيضا تذهب إلى جامعات أوروبا قد تتطور بشكل أو بآخر وتحافظ على هذا الزخم المتزيد وصولا إلى ضغط شعبي واسع يشابه ما حدث لأجل جنوب إفريقيا فنصل لحل ما أعتقد أن هذا صحيح وهذا قد يكون هو الاتجاه الصحيح وهذا قد يكون هي البداية بالفعل حرب فيتنام توقفت من خلال مظاهرات الطلبة في الجامعات والطلبة أعطيه يعني كان هناك حق الانتخاب مقيد بواحد وعشرين سنة حينما نجح الطلبة في وقف الحرب تم تعديل الدستور الأمريكي وتم النزول بحق الانتخاب من 21 سنة إلى 18 قالوا إذا كان هم اللي اشتركوا في صناعة القرار وهؤلاء هم الطلاب الذين بالفعل أوقفوا الحرب وأنقذوا سمعة الولايات المتحدة كان هناك تغير في العقلية الأمريكية السياسية بعد عقلية جونسون فبالتالي أنا أفقد أن هذا بالفعل قد يكون بداية وقد يكون مبشرا بأمل بالنسبة للقضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة